ما أحد يسلم شوف ما أحد يسلم من ذنب هذا يجب أنتم كشباب أقول لكم إن مضى عليكم العمر ستذنبون وستقعون في الذنب وستخطئون وتتوبون وترجعون تذنبون وتخطئون وتتوبون تعرف عندنا شو مشكلة معشر الشباب التربية الدينية الخاطئة يعني بمعنى آخر أنت نتكلم بشفافية هناك ذنوب لا تنفك عن الإنسان لا تنفك عن إيه عن الإنسان ملاسقة له وبالكاد يصعب أن يتركها الإنسان خصوصا الشاب رجلا أو كان في مرحل شباب من النساء هذه إذا التسقت بك من الصعب أن تتركها تتركها فجعل الوعظ الديني فيها شديد لها وأنها ملاسقة يؤدي للإنسان أن يرى هذا الذنب فيعتاد عليه وثم لا يراه ذنب فأضرب لك مثالا وإن كان بسيطا العادة السيئة وتعرفون ما أقصد وأنتم بحكم الشباب سميت عادة لأن الذي يمارسها بالكاد أن يتركها لهذا سموها إيه عادة الإمام أحمد رحمه الله يرى بجوازها يقول جائز إمام أحمد ابن حزم لأنه نشأ في دول الغرب فكان يرى ما يرى فلما سئل عنها لحكم الشباب قال جائز لحكم الشباب والجمهور يرى بحرمتها على الآن الشاهد من القصة هي مسألة متنازع فيها صح؟ لكن الشاب بالكاد أن ينفك عنها إما يقع ولا يعذب بين الفاحش الأعظم وإما نيه فهذا الشيء فطرة لاعز الفطر الشباب على حب الشهوة فإما تقاد الشهوة بالزواج فإن عجز والعياذ بالله حرام فإن عجز أن يقع في أين؟ في العادة السيئة فأقلها ضررا لو جئنا منهي علمت؟ فلهذا أنت لما تأتي تربي الشباب تجعل هذه كالزنا إذن أنت تربي شاب والعياذ بالله على جعل الصغيرة كبيرة وجعل هذا الأمر عظيم وأنا الآن لا أتكلم عن حلال أم حرام أنا أتكلم عن تربية أنا الآن أتكلم عن تربية دينية تربية دينية فنحن يجب أن نراعي حاجة الشباب في التربية الدينية يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي حاجة الشاب كان يراعي حاجة الشاب وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه الحاجات شيء أوجدها الله أين؟ فيه استحال أن تنفك بمعنى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطف عليه سؤال لم يقل يا معشر الفتيان لأن الله عزيزي في القرآن ما قال كلمة شباب صح؟ دائما يستخدم كلمة إيه؟ فتية إنهم فتية آمنوا آه إذ قال موسى إيه؟ لفتاه صح؟ ودخل معه السجن فالله ما يستخدم كلمة شباب يستخدم فتا ليه؟ لأن الفتا بمعنى إيه؟ قوة الشاب من شبه أنت تقول شبت النار صح؟ اشتعلت شبت النار شبه ذاك اللهيب الذي في داخلك الذي يشتعل لا يستطيع أحد أن يوقفه فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لما قال يا معشر الشباب يتكلم عن شيء مشتعل داخلك شو هو المشتعل داخلك؟ شو هو؟ الشهوة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبك بشيء يعالج الشهوة ما قال يا فتا لأنه ما هي عضلات هي الشهوة موجودة عند اللي عنده عضلة واللي ما عنده إيه؟ فقال يا معشر الشباب إذن شهوة يخاطب الشهوة من استطاع منكم البائع الجماع؟ بائع؟ شو قال؟ آفل؟ هذا من فذ الشهوة زين أنا ما أقدر أتزوج هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله؟ هل قال النبي فمن لم يستطع فعليه أن يعلم أن الله ينظر إليه؟ صح؟ صح؟ لأنه كان هل تظن أنه في وقتهم لم تكن عادة سرية في وقت الصحابة؟ كان موجودة وذكر ابنه كثير ولا أريد أن أستدرج بها هو القصص التي وردت حتى الشباب ما يقولون الشيخ أتى بالعيد لكن كان موجودة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو يتكلم عن الشهوة؟ قال فمن لم يستطع لابد أن ضعف الشهوة شو اللي يضاعف الشهوة؟ الصيام الشهوة تحتاج طعام وإيه؟ وشراب إذا أنت ضعفت من الجوع استحال أن تذكر إيه؟ متى يذكر الإنسان الشهوة؟ إذا إذا شبع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الشهوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ما قالوا اقتله الشهوة شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ شو سوى؟ لا أنت استنتج شو سوى؟ ها؟ جعل بديل الصيام حتى يضاعف ايه؟ لأنه عارف ما يستطيع قتلها ولا نبذها ولا استئصالها فالنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظر الشباب لا صوموا ليه؟ لأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم صح؟ أليس كذلك؟ لماذا؟ لعلكم ها؟ لعلكم ايه؟ تتقون إذن صيام جزء من ايه؟ من التقوى بتعلمك على التقوى فأنت لما تجوع وطعطش وكذا تضعف شهوتك ما تتذكر النساء ما تريد أصلا لم تتفرغ للتفكير في النساء فتترك تفكير في هذا الأمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حل الصيام حل ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر الشاب النبي صلى الله عليه وسلم عذر الشاب